استهداف الفئة المسجلين لدى وزارة العمل برعاية اجتماعية بحصة بسلة اضافية تكون تكون من مضاعفة كمية السكر وازية اضافة الى حليب وشاي وطحين صفر لكل فرد فيها ان شاء الله تعالى برعاية دورة الزراسية تم اطلاقها يوم غدا وتجهيز هذه العوائل من يوم غدا ان شاء الله تعالى طيب معالي الوزير على العوائل المفروض ان يراجعون الوكلاء حتى يتأكدون من الموضوع يتأكدون من اسماءهم يدققون كل التفاصيل حتى متصر اكو خربطة اكيد احنا موجودة الاسماء وزعت على جميع الوكلاء هو نفس الوكيل اللي يستلم من عند حصة تموينية هو نفس اللي رح يجهد بالسلة الاضافية طيب ما عدنا ان شاء الله ايشكال بيها والامور ماشية تمام ان شاء الله طيب معالي الوزير ابو احمد من الموصل سأل سؤال قال احنا اربعة اللي مشمولين بالحماية الاجتماعية بس انا عدد اسرت ثمانية رح استلم مال ثمانية لو مال اربعة يستلم اربعة سلة احتياجية واربعة رح تكون المشمولين بالرعاية الاجتماعية يعني فقط اللي مشمول اسمه بالحماية الاجتماعية هو اللي يستلم السلة الاضافية نعم بضبط الاسماء اللي وردتنا من وزارة العمل من الرعاية الاجتماعية فقط هم ذول المشمولين بها طيب الاسماء اذا كان اكو خلل او عند خطر بيانات مسجلة يوحي راجع وزارة العمل اما احنا فرح نوزح الى اكثر من خمسة مليون مواطن مسجلين راح اجتماعي نوزح في هذه السلة الاضافية يعني اللي راح يتم توزيحها معالي الوزير هي خمسة مليون عائد اكثر من خمسة مليون اكثر من خمسة مليون نعم اكثر من خمسة مليون فرد اكثر من خمسة مليون فرد نعم راح يستلم هذه السلة الغذائية الاضافية طيب نعم شنو المواد المضافة مع الوزير أكو مواد مضافة نوعية الجنقة المواد نفس السلة التي تحتوي رز وسكر وزيت ومعجون وبقوليات فقرة السكر والزيت للحصة الاعتيادية للسلة الاعتيادية هي ذكر زيت وكيلو سكر للرعاية اجتماعية ستصبح لترين زيت وكيلوين سكر نعم إضافة لها راح تكون بها ربع كيلو حليب 200 غرام شاي وكيلو طحين صفر